أدانت الخارجية الفلسطينية الهجوم المسلح الذي شنه المستوطنون على قرية جيت في الضفة الغربية أضافت الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لطبيعة هذا الهجوم خاصة وأنه هجوم جماعي منظم ومسلح شارك فيه ما يقرب من مائة مستوطن بنية القتل ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة أخرين بالإضافة إلى إحراق عدد من منازل المواطنين ومرقباتهم واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك تصعيدا خطيرا في جرائم إسرائيل المستمرة التي ترتكبها بحماية ديش الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية